رجعنا من جديد في سبور ميكس الاخير من الحصة متاعنا اليوم نحكي على غايث الزعلوني لاعب النادي الافريقي اللي باشتعد قدام مجلس التأديب في الفترة القادمة ورغم اللي باش يعود للتدريبات مع الفريق وباش نحكي في الموضوع مع مختل دبوس ثاب القهر يايرامين برك الله أستاذ كميل بن خليل نحكي أستاذ كميل بن خليل على عاودة غايث الزعلوني وعرض قدام مجلس التأديب اللي لاعب يجمع نصر الكل لأنه عنده مهارات كبيرة لكن يبدو أنه مطالب أيضا بالاستقامة في الفترة القادمة هو أعتقد أنه بعد الحالتها الاخرانية واللي هي معنتها نجم تصير لأي شاب تونس هي طبيعي جدا أنه نادي الافريقي معنتها بش يعرضوا على مجلس التأديب لبيان معنتها موقفه معنتها يزم بعض الكلام والجدل اللي صار نهارين الاخرانين فأعتقد أنه طبيعي جدا ما زال مجلس التأديب منعقدش معنتها مجلس التأديب مش بالضرورة معنتها إيدانة ومعاقبة مش يسمعوا لولد يشوفوا معنتها شنو وجهة نظر متاعه وعليش توجد في البلاسة ذيكا في الوقت ذاكا مع الشخص ذاكا إذا ثبت حسن أنه يمتاعه وهذا هو اللي ظاهر من ظاهر الملف تونس كأعتقد أنه إجراء عادي معنتها ما يلزمش الراوة أنه إجراء استثناء إجراء عادي معنتها أي فريق يحترم نفسه عنده لاعب معنتها تعرض لشبه معينة فمالطبيعي جدا أنه عايت له بشي يمثل أمام ويسمع رأيه القانوني مختار طبيعي الإجراء معناها تعرض قدام مجلس التأديب ويعود كيفية تتعامل معناها الهيئة مع ملف معنتها كما هك والله أنا أغزولي أنا ديما ألوم على هيئة النادي الأفريقي علش كان مجلس التأديب امتاعنا تخرج وصابونا نحن البره يتنشر فهم برشة جوارات من جماعيات كبار زيادة وحلوا الوحلات أذومة ومتعداوش على مجلس التأديب وحطة لو كان فما قرست وذن تتعدى تحت التاولة غايث زعلوني لعب مهم في النادي الأفريقي ركيزة من ركيز النادي الأفريقي قرست وذن غلطة أولى غلطة أولى جوديبيان المرة الأولى تتعدى تنجم تعديوها لمجلس التأديب يقعد معها رئيس النادي ويقول لوراك يغلط وغلط وغلط وبوه زيادة مش ناقز زمينة لحقيقة حسينة الوضع نتاعه في فترة اللقاف إن شاء الله كمان نقول حاجة بركة بربي مجلس التأديب ش بش يزيد مانا بش تحط غايث على البنك مش نحيله فلوس لا 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 شوف شوف يجا نقول لك في جمعة بتاع ديربي لا يجا نقول لك لا مجلس التأديب مش تاورة مش اليوم رأو موج غدو مازال مجلس التأديب هلك يستنوا فيه فيه الرتورة لا 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 أنا أعطيك صحيح مجلس التأديب مازال مش مش نعقد الجمعة ذي ولا الجمعة جاي مازال مجلس التأديب طفل بالعكس إي حالة كبيرة يبع شنوه بعد عاما لا لا ما عندها ثم جال معقولة ما عندها طفل هو نفسنيا مسكين تمس نهارين احتفاظ تمس دونك ويتمتع بقارينة البراءة وطفل قال كان جمسوي تغوفي في الموفي مومان في الموفي عندرواء اوكي دونك انا منطق المنتقى ذيك اللي هو توقفها أنا نسكن غادي ونعرف اللي البلاسة اللي هو ما توجدوا فيها نعرفها لي هي معندها بلاسة معروفة بأنها يرتدوها بعض تعدى من غادي قال لك أنا ما نعرف هايش وقفته دورية امنية اشتبهوا فيه اه هو والسيد اللي معاه هزوهم البارح روحها لا روح وطفل معندها ديجاء خروجوا معندها دليل على انو يتمتع بنصيب كبير من من البراء هذا هو فما فما رواية اخرى شي يقول لك يقول لك اه اه يذول اللي كانوا موجودين في في السيارة اه معنى صارت عركة مع الدورية الامنية رفضوا اللوقاف وصارت مليشة معهم هو هو ناكد لك اذا معندها ما حاضر هو مصادر حتى بحث بداية بيدو غايث مصدر منه حتى تصرف غير قانوني كان ساكت وما تكلمش بو نحنا اصيب محبش نحكي فيها بتعدينا هالموضوع حبينا نحكيو في اللي بعد لا هو اش بد على وهو امين رحم والديه المطركاج ميدياتي كعيب معندها ليصار لطفل او عندي ما نحكي في الوضوع بعد معندها تفل هرسلوه واحنا مزعمنا في تونس في الشماتة ومزعمنا في الكلام الخايب والكلام الدوني البارح تفل معندها مخلاو مقالولو نقرأ في باج باج غايث الزعلوني يمضي مع أمور نقيا سبور الكاميرها دي قانون اللعب على عبد الكرق حتى يوقفوا جوالت من أندي وخرى نحن سيدنا لا 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 لازمنا نظمنا نقف شو شو وقف لعب من فريق اخر ورفعت عليه هنا هو من فريق اخر لا لا حتى الجمهور جمهور لازمنا نديوله رسالي زباية نجم اخلقت الفضاء الافتراضي كيما في الاصابة معز حسن واصابة مريح الناس كل معناتها كان ثم تضامن وتعاطف يلزم زادة لهنات فل لذا مستقبل وقدامه وهذا متحكي وانتو مبلغة الوطنية واندرشنو لذا معناتها رير دروانت علي كيب نسيونال وملاعب فنحافظوا عليه مش نشدوه نذبحوها كاته النادي الافريقي كم كشخ عندي دربي ماذا بيا راو غاية الزعلوني مزال الموقع تحب ولا تكره لا 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 خلا نوصل والناس ومش الناس لكل بالنسبة لجمهور التراجي يعرفوا قيمة غاية في الزعلوني وشووا تأثيره في التشكيلة اي عبد راو في دربي ولا نحكي في مقابلة كبيرة كيما نحكي مش نحكي على اشخاص سينا بالنسبة لي انا في كسيفتي كمحامي رايما نتمنى الحب الحبس لحتى حد خد رزورت الحبس ونعرف شنو وضعيتو العقيقة 90 بالمئة من الباجيت زي مختار سمحني 90 بالمئة سمحني 90 بالمئة من الباجيتة الاسبرونس كنت تبعتهم كيف كيف تابع صفحات تعنيدي الفريقي كيف من تابع صفحات تعنيدي ترجلة دي تونسي تعاطفه كبير وكبير مع الملعبي عكس سي كميل بتذي فم استطي نعم فم هكا وهكا نش بدلك تاوى نش بدلك انا عشرين صفحات تاوى نش بدلك عشرين صفحات اتفضل في كل جمعية فم لا مش هذا المشكل خنكامل جملة كل حدك وتفكيره ومستويه في الثقافي ومستويه العلم ومستويه الأخلاقي في جمعية الكل فم البي وفم الخايف نرجع انا نرجع للسؤال موقف هيئة النادي الافريقي صحيح ولا موقف هيئة النادي الافريقي صحيح اذاك هو معناتها في العالم مجمع السيدة ذايا اخويا انتي تعلقت بيك شو بها البارح شوفنا معناتها رئيس النادي يوم برسون موجود مع الطفل واول واحد كلموا بعد مخرجوا ويحاطوا راك ولدنا وكذا اذاك الامور معناتها ذيك ما فيهاش فيصال ما فيهاش الجماهير تعاطفت معاه لكن ايجا اخويا باش المرة الجاية تقرح سابك ما تقعدش خلنا عتيك انا نعتيك انا نعتيك انا القياس القياس باهي في الدنيا هو طفل صغير وطوي يتربى انا نأكد لك اللي اللي هو ايجا نقول لك غايث رو في النهاية طوي يتربى بدلوها الكلمة طوي ما عاشي عاو صناعة طوي يتربى بالمفهوم الشعب معناتها يتربى بالمفهوم الشعب معناتها يتلكعه تلكعه يستفاد بالمدرس يتربى معنا ايه لا 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 مش المع بالعاكد طفل انا كان خليتني نكمل باش نقول لك الطفل راهو متربي برشة وعاقل برشة انا نعرف تحب نحكي تفل حتى البيئة اللي هو موجود فيها ابوه انا صاحبي برشة والراه وحارس وعارس ومعندكش فكرة راهو ابوه معناتها راهو عجيب جدا في التربية وفي الله في اللح وانا نعرف مليح غايث نعرفولي بش يقولك عسلامة يقولها وهو معناتها موجهوم تفل عاقل برشة على غالب صارت هالغلطة هذية اللي اللي انا الراه انه انه معناتها هي درسة يستفيد منه امين انا سؤالي بل قبلت عليك عندي سؤالي كماش يزم التعامل معاه باش نحيطوا بي خاصة وما نخسروش خاطر ما شاء الله موهبت فلنس كل تجمع انهم لاعبي هذا هو اليوم مختارقة الكلمة قال عليس النادي الافريقي اخبارها على برا انا نعتبرها هذي رسالة ايزابية زدا من النادي الافريقي على ضرورة متابعة ولاده والانضباط لانه ابارس نوى لكت اولا انت في الليل كلاعب بروفزيونال او نيفو سنوى تعمل نص الليل ولا نص الليل ونص ولا ما الصاع ولا اللي هو البر الساعة وهذا دور لهيئات المديرة انا هتابع وانا هتعطي رسالة لزملائه ورسالة لزمهور النادي الافريقي اني انا منضبط وعلى فكرة انا نقولها وانا نتبع في البطولة سنوات الاخرة الانضباط في النادي الافريقي السناء وخاصة في البنك ماري نهس في السنوات الاخيرة وهذه رسالة ايزابية وانص الله يكملوها هكا حتى في التفاعل مع الاخطاء التحكمية في وسط التنارة حتى ما قبل المباراة الازواء تحسنت برسا في النادي الافريقي وهذا اللي لازم يتبنى عليه اليوم سنوى يلزم فما خلل في زمعياتنا هذا قبيلة قال يتنظر سيمختار لكن اليوم فما خلل على مستوى الحوكمة اليوم انا نعتقد انه ما فماس دي سيلول متع اصغاء ومتع تقطير ومتع متابعة لولادنا مش على مستوى السينيور فقط حتى على مستوى الاصناف السبان هلا نحن قاعدين نعرف زورك يكمل من الانترمون من البرك ا ولا من البرك بي وإلا من باردو ولا من وين وين كيفس يروح وسيروح وسيكل وسيعمل وسما يعملس دونك اليوم لازمنا الاحتراف ما هوس كلمة صحيح الاحتراف حذا صعيبة لكن السلوكيات انا نعتقد اللي قاعد يصير هذي بالعكس حذا بيه يا برسا من النادي الافريقي رسالة لزملائه رسالة للراي العام انا نتبع في ولادي احنا انضباط انا اللي ريتو اترفير التقارير اللي جيني واحنا اربعة زولات من حالة الانضباط في بنك الافريقي ومع اللي قاعد يعمل فيه مهدي ميلاد بكل صدق ما قبل المباراة والتعامل وكل حذا في غاية من الاحترافية ولازم كل الانضية لحقيقة وتحسنة الوضعية قاعد تتحسن على مستوى التيرانات والماكورونت وكل ونزحنا احنا لحقيقة في ترسيخه من عمناور الشي هذي نبنيه عليه نمشيه نقدمه به وحذا اخرى انا بس نمشي معاك الاكثر للإكسترام يا سيدي اخطأ لعب اخطأ سبحان الله اخطأ اخطأ شنا عملوله نصبوله المشانقة ريد الخطأ في تونس شنا واه الخطأ في تونس هو كيف نتعامل مع الخطأ ومواطن عادي تخلى الحبس نقتلوها ما عادش فما السلام الازجماعي ما عادش من هيئوهس من حاولوه نعاود وندمزوه نقتلوه نحكمو عليه بالاعدام مش هكا بش نزمو نربحو انسان عمره 22 ولا عمره 23 مهما كان غيث ولا غيره لازمنا نعرفو كيفاش نتعاملو ويصير ويمكن اخطأ وحتى اخطأ اخطأ بالحق لكن كيفاش نتعاملو كيفاش نحميو كيفا يكون درس لاصحابو والملاعبي خيو والملاعبي والاخر ملاعبي وفي الديسبلين الكل كيف يمكن ان نتعامل مع هذه الحالات بدل الوصم الازدماعي وادعو لحقيقة صفحات تعالي كلوب ومتاع الاسبرانس ها نقولها بكل وضوح خطرين اراه اختصاصي الكمنيكاسيان وخاصة الكمنيكاسيان ديزيتال الى اخلاقة الفضاء الافتراضي رازاء من الجميع كل دون استثناء ترفعو وخليو الفضاء الافتراضي لازمنا فما اخلاق لازم لتيك لازمنا ياولادي يراو الانسان انسان ما نتسمتوس في الناس ما نتمنىوس يصر للناس ما نبدأوس نختارو ينزموا يختارو لي توا تصريح ويعملوا لي هكا وهكا والفريق الاخر وللختار لي كذا وهاو متاع هكا يودي ترفعو عن هدة وانا بالنسبة ليانا الدعوة لكل الزمهار الرياضي ولكل الزيوس الالكترونية ولي زاد مين في باريس ولي زاد مين في روما ولولي زاد مين في توكيو بلايزي ما نسم فدك لا نسم فدك يا مختار في ضرب اللجنة بلايز موش هذا موضوع مو سيدا مو دور